السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الفل والجمال على كل جميار النادي الاهلي في كل مكان زي ما شفنا حلقة الكابتن سيد عبد الحفيز مبارح على قناة سادة البلد مع أحمد موسى النادي الاهلي بيتعامل مع السيد عبد الحفيز من منطلق العيلة اللي مفيش فيها صيع حقها ضايع رئيس الزمالك يطلع يهالفط إبراهيم عيسى يطلع يتجنن ويقول كلام ملوش أي علاقة بالواقع شيكابلة يطلع يعيط على القنوات ويقول لك جميار الاهلي اللي بتشتمني لا الاهلي بيكسب بالحكام لا الاهلي اللي هو اللي بيكسب بالتفويت قصيبك يا عم من كل ده الاهلي مخبلهم الوحش مخبلهم سيد عبد الحفيز الراجل قعد بكل احترام تحس كده أنه واحد أمين شرطة في نفسه قعد بكل احترام اتكلم بدون أي غلط ولا تجريح ولا إهانة لأي فرض في المنظوم سواء من المنافسين أو سواء لأي حد شخصي وفرمت كلامهم كده واحدة واحدة أنتوا بتقولهم أن الدور المصري أقوى من بطولة افرقيا وأد بطولة افرقيا 200 مر طيب أنت كزمالك يلي بتتكلم واخد كم دوري؟ 13 طيب مين أكتر فريق واخد بطولات دوري النادي الأهلي واخد 42 بطولة دوري يعني أنت كده أصلا بتشكر في النادي الأهلي لأن البطولة اللي أنت بتقول قد بطولة افرقيا 200 مرة الأهلي واخدها 42 مرة انت بقى ما بتشكرش في نفسك قالك لأ البطولة السنة تختلف عشان وجود الفار تم هو الفار كان من موسم اللي فات في الدولة والاهل كسب تم الفار بطولة إفروكيا السنة اللي فاتت كانت بتتلعب بالفار وانت وصلت للنهائي وكان الاهل قصدك في النهائي وفي فار وجماهيرك ولعبتك اعترفهم ان المباراة النهائي ما كانش فيها اي ظلم تحكيم ومع ذلك الاهل خد منك البطول يعني هو ليه الفار بتاع الدور المصري فار حلو وجميل والفار بتاع عبطال إفروكيا وحش تم هو زي ما انت بتقارن من الفار في الدورة قارن الفار في دورة عبطال إفروكيا اللي انا كسبتك بأدف افشا في القضية ممكن اللي لو قعدنا عشر تلاف سنة الجول ده هيفضل معلم معليكم الجول ده هيفضل مفحور في كل زون الزمالكوية قبل الاهلوية وعمره ما هيتنسي عمره ما هيتنسي ان انت بعد غياب لأكتر من ستاشر سنة ما قدرتش تاخد بطولة إفروكيا واللي خدها منك الأهلي المنافس بتاعك اللي انت أصلا حطه كبير يعني نادر شوق بيقولك الزمالك لما بيروح يتعقد مع مدرب أجنبي بيقوله أنا المنافس للأهلي في مصر سيد عبد الحفيز سأل نفسه أسئلة مهمة جدا قدام الأستاذ أحمد موسى لو انت بتقول ان أنا بجامل في مصر وان أنا قو جدا في مصر والحكام بيخافوا مني وبعملوا الألف حساب عشان كده أنا أخدت اتنين واربعين دوري وانت أخدت بس تلتاشر حلال زي ما بتقوله فالفرق الكبير بين بطولات الأهلي في الدوري مثلا وبطولات الزمالك ده بسبب ان الأهلي قو في مصر والحكام بتخاف منه وبيساعده طيب انت فعلا زي ما قال الكابتن عبد الحفيز فين انت في إفروكيا ما فيه بطولات كتيرة النادي الأهلي أصلا كان بيخرج منها من دور المجموعات مثلا في بطولات كتيرة انت أصلا ما كنتش بتشارك في دوري أبطال إفروكيا أوقات كتير كنت بتاخد المركز الخامس والمركز السادس والمركز التالت يعني البطولة اللي انت وصلت فيها النهائي لو كان النادي الأهلي اتغلب من برامة زووة مطروض منه واحد انت ما كنتش شاركت أصلا في بطولة إفروكيا اللي انت وصلت فيها للنهائي كنت أخدت مركز ثالث فالسؤال هنا بما ان الأهلي بيتجامل في الدوري عشان الأهلي قوي انت فين في إفروكيا ولا هي إفروكيا دي كمان بتاعت النادي الأهلي مستحيل لأن إفروكيا دي معروفة يعني قارة كبيرة وفيها ناس كبيرة فيها تونس الجزائر المغرب دي دول كبيرة ولها أندية كبيرة بتشارك وزي ما شفنا يعني مازينبي ده فريق كبير جدا واخد بطولة إفروكيا 2009 و2010 مرتين وربعا الترجي واخد 2018 و2019 الأهلي واخد عشرين في 2021 حتى الوداد أخدها يعني وفاق الصيف أخدها انت فين بقى كزمالك ياللي بتقرن نفسك بالأهلي أصلا انت كفين وبتقول وعايش دور المظلومية ان الأهلي هو اللي قوي في مصر وهو اللي بياخد منك كل حاجة طب لما انت كده بقى ما كنا على الأقل اتلاقينا يعني لقينا الزمالك ده قوي جدا في إفروكيا وبياخد بطولات بقى في إفروكيا بيروح للحتة اللي موجود فيها حكام النغبة في إفروكيا كلها وموجود فيها الفار دلوقتي كان المفروض انت في السنتين الفار موجود فيها كنت انت خلاص بقى صعدت وكسبت بقى وشوفنا بقى يعني عدته الظلم اللي موجود في مصر وشوفنا في إفروكيا أكتر حاجة عجباني ان هو تكلم عن الأخطاء التحكمية بس ما تدلهاش مساحة كبيرة في كلامه قال ان احنا كنا مخطوين في جزء ونتحمل خسارة الدوري بجزء معين الإرهاق كان واخد جزء معين والأخطاء التحكمية برضو كانت بتساهم في خسارة النادي الأهلي في الدوري وقال ان الحكام في الدوري لو استمرهم بنفس المستوى السيء اللي ظهروا على الفترة الأخيرة النادي الأهلي ممكن كمان يخسر الدوري وهنا الكابتن سان عبد الحفيز بيطالب بالعدلة التحكمية لنفسه مش لحد تاني يعني هو أصلا لو الحكام المصريين بتساعد النادي الأهلي فالنادي الأهلي هو أول نادي دايما هو اللي بيطلب حكام في الفروكيا يعني هو اللي دايما بيطلب حكام أجانب قصدي النادي الأهلي هو دايما اللي بيطلب حكام أجانب فلو الحكام المصريين بيتجاملوه هيطلب حكام أجانب ليه أنا مش فاكي بقولك النادي الأهلي مؤسسة عظيمة ودايما بيحكمها المبادئ والقوانين. واي لاعب بيخرج عن عن النص. لازم يخرج من المنظومة دي. واي لاعب بيسيب النادي الاهلي ويهرب مستحيل يرجع لها تاني. طبعا ده الزمالك برضو نفس الحكاية يعني كارترون سبهم وخلعوا وعادي ينسوا الموضوع ورجعوا عادي. بتشيكوا نفس الكلام. الاستورة بتاعته مشو كبالة ده طلع على شاشة وقالة انا لازم احترف. ولازم امشي ومش عارف بيعملوا في ايه وعيط مع شوبير والدنيا هتقلبت وبعد كده راح سبرتل انجليش بونا ورجعوا تاني. وفي كلام برضو ان حمد النقاز اللي رفع لهم قضية وكسبها. كمان الزمالك هيرجعوا.